السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي أبطال 5 ابتداي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات منهج الكونيكت ومكملين مع يونت 3 ومعادنا النهاردة مع الليسون 3 طبعا اليونت اسمها How do I look? يعني كيف أبدو ودرس النهاردة عندنا عن ستوري جميلة جدا اسمها The Elves and The Shoemaker يلنا نشوف مع بعض يعني إيه Elves ويعني إيه Shoemaker أول كلمة معانا هي كلمة Elves Elves يعني أقزام والمفرد Elf فهعمل إيه عشان خليها جمع؟ هشيل ال-F وهضيف مكانها V-E-S يبقى ده جمع غير منتظم جمع شاز فElf هتبقى Elves Elves اللي هما الأقزام طيب بعد كده عندي كلمة Leather 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 يعني جلد Leather يعني جلد الجلد اللي بنصنع منه الأحذية وبنصنع منه الشنط اسمه Leather طيب بعد كده عندي Shoemaker 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 يعني صانع الأحذية يبقى الشوميكر بيستخدم ال-Lether علشان يعمل إيه؟ علشان يعمل الشوز أو الأحذية بعد كده عندي كلمة Delicious Delicious يعني لذيذ Delicious يعني لذيذ ودي طبعا بنستخدمها مع إيه؟ بنستخدمها مع الفود والفروت والفاجتابلز في العموم بعد كده عندي كلمة Workshop 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 يعني ورشة Workshop يعني ورشة بعد كده Wife 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 يعني زوجة طيب الزوج اسمه إيه؟ الزوج اسمه Husband Husband يعني زوج و Wife يعني زوجة بعد كده كلمة ميل ميل يعني واجبة ميل يعني واجبة يعني لو عايز أقول واجبة لذيذة أقول Delicious meal Delicious meal والكلمة اللي بعد كده كلمة Little 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 يعني صغير نقولهم مرة تانية Elves يعني أقزام وقلنا المفرد إيه؟ حلوين؟ برافو عليكم المفرد Elf Leather اللي هو الجلد اللي بيستخدمه مين؟ اللي بيستخدمه Shoemaker Shoemaker اللي هو صانع الأحزية طيب لذيذ يعني Delicious وورشة العمل أو الورشة اللي بيشتغل فيها Shoemaker اسمها Workshop والزوجة اسمها Wife ميل يعني واجبة و Delicious يعني لذيذ طيب بعد كده عندي Little يعني صغير يعني إيه؟ حد سنه صغير صغير سن بعد كده هنروح ليلستوري فبيقولي look and read يعني بص وقره The elves and the shoemaker The elves and the shoemaker قلنا الألف اللي هما الأقزام والشوميكر اللي هو مين؟ صانع الأحزية فالحدوتة بتتكلم عن الأقزام مع صانع الأحزية تعالوا نشوف مع بعض لو بصينا على الصورة هنلاقي الشوميكر صانع الأحزية and his wife ومراته فبيقول Once upon a time Once upon a time يعني once upon a time يعني زي لو قلت كان يامكان كان يامكان أو ذات مرة في مرة ما A kind and honest shoemaker يعني راجل صانع أحزية طيب وي أمين lived in a town with his wife كان عايش في المدينة مع زوجته تمام؟ طيب إيه اللي هيحصل؟ They were very poor They were very poor يعني كانوا فقرة جدا Very poor But they were happy ولكنهم كانوا مبسوطين يبقى مش معنى أن أنا فقير إن أنا مبقاش مبسوط لأ ممكن أبقى فقير وvery happy سعيد جدا مفيش مشكلة فالشوميكر and his wife were very poor كانوا فقرة But they were happy ولكنهم كانوا سعدة The shoemaker worked hard Worked hard Worked hard يعني عمل بجد But he had no money عمل بجد ولكن مفيش فلوس تكفي احتياجتهم بعد كده بيقول لي One night the shoemaker was in his workshop وفي ليلة كان الشوميكر ده في الورشة بتاعته Oh dear يا عزيزي I have only got enough leather for one more pair of shoes أنا يدوب عندي جلدي يكفي إيه؟ يكفي جوز واحد من الأحزية أو زوج واحد من الأحزية But I'm too tired Too tired يعني أنا متعب جدا Too يعني جدا وطاير يعني متعب أنا متعب جدا to make them tonight يعني أنا متعب جدا إن أنا أعملهم النهاردة خلاص مش قادر أعملهم النهاردة I will cut the leather أنا طبعا هقطع اللي هقطع الجلد طبعا الجلد بنحتاج نقطعه ونخياطه بطريقة معينة علشان نعمل التصميم بتاع الشوز فهنا بيقول I will cut the leather يعني أنا هقطع الجلد now and make the shoes in the morning وهعمل الشوز في الصباح يبقى دي آخر حتة الجلد متبقية معاه بس هو خلاص تعبان مش قادر إنه هو يعملها أو يصمم يخيط الشوزة دي فقال إنه هو إيه؟ قال إنه هو هيقطع الجلد وبكرة الصبح هيعمل إيه؟ بكرة الصبح هيعمل الشوزة the shoemaker cut out the shoemaker cut out يعني أقطع the leather and went to bed وذهب للنوم يبقى هو أقطع الجلد وراح ينام علشان هو إيه؟ too tired يعني هو متعب جدا the following morning the following morning يعني في صباح اليوم التالي the shoemaker couldn't believe his eyes يعني مش قادر يتدع عينيه من اللي شافه قدامه يا طرح شاف إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض he called to his wife to come quickly to the workshop وندع على زوجته إنها تيجي بسرعة للورشة يبقى quickly يعني بسرعة طلب منها إنها تيجي بسرعة لشان تشوف الحاجة اللي هو مش شايفة look at these shoes يعني بصي على الشوزات دي أو بصي على الحذية دي said the shoemaker there on the table was an amazing pair of shoes يعني على الطاولة أو على الطرابيزة اللي هو بيشتغل عليها كان في زوج من الأحذية رائع يا طرح مين اللي عمله إحنا لما تكلمنا قلنا إيه؟ قلنا إن هو كان تعبان يدوب قطع الجلد اللي هيعمل بيه الشوز ويقال إنه الصبح هيعمل إيه؟ الصبح هيعمل الشوز فإن اللي حصل؟ مين اللي عمل الamazing pair of shoes ده؟ they are beautiful هم حلوين did you make them؟ طبعا مراته بتسأل بتقوله إنت عملتهم his wife looked surprised his wife زوجته بتبص مندهشة إنت اللي عملتهم؟ فطبعا هيكون الرد صادم no my dear I didn't make them he said لا يا عزيزتي أنا ما عملتهمش I didn't make them طب مين اللي عملهم؟ then a man walked into the shop وبعد كده راجل شخص راح لإيه؟ راح للشاب المحل فبيقول إيه؟ I have never seen such amazing shoes أنا عمري ما شفت شوزات جميلة بالشكل ده الشوزة دي حلوة جدا he said can I try them؟ هل ممكن أجربهم؟ try يعني يجرب طبعا هيقسهم فبيقول إيه؟ he tried the shoes وهو جرب إيه؟ الشوز they are perfect perfect يعني مثالي يعني مثالي يعني هما جايين على مقاسي بالضبط he said and paid the shoemaker يعني هو قال له لا they are perfect يعني هما مثاليين وحلوين ويجايين على رجلي خلاص أنا هاخدهم we paid the shoemaker يعني دفع فلوس لمين؟ دفع فلوس للشو ميكر quickly say the shoemaker's wife go and buy some more leather فطبعا مراته فرحت جدا فبتقوله إيه؟ يلا روح بسرعة واشتري جلد جديد تاني علشان إيه؟ علشان يتعمل طبعا أحذية ولكن مين اللي بيعمل لسه مش عارفين the shoemaker went to buy some more leather يعني صانع الأحذية راح علشان يشتري جلد تاني علشان يعمل الأحذية طبعا مش هو هنشوف مين when he arrived home لما وصل البيت the shoemaker's wife زوجة الشو ميكر had made him a delicious meal عملت له delicious meal يعني واجبة لذيذة I will just cut out the leather and then come and eat يعني أنا سواني بس هقطع الجلد وبعد كده هاجي علشان آكل الشو ميكر قطع الجلد على مقاس جزمتين يعني زوجين من الأحذية زوج وزوج we left the workshop وثاب الورشة for the night for the night يعني إيه للليلة أو هذه الليلة the following morning صباح اليوم التالي the shoemaker and his wife were amazed كانوا مندهشين إحنا قلنا لما نيجي نوصف شخصة أو نوصف شعور الشخصة هنضيف إيه هنضيف إيه دي فهنا بيقول لي كانوا مندهشين كانوا مندهشين إنهم شافوا برضو زوجين من الأحذية في الورشة وطبعا الشو ميكر مش هو اللي عملهم هو بس قطع إيه cut out the leather قطع بس إيه قطع بس الجلد we must find out لازم نكتشف who is making these shoes لازم نكتشف مين اللي بيعمل الشوزات دي said the shoemaker's wife مرات الشو ميكر هي اللي قالت كده قالت المفروض وإحنا لازم نلاقي الشخص اللي بيعمل لنا الأحذية دي الشو ميكر مش بيعمل حاجة هو بس بيقطع إيه الجلد let's hide يلا بيقترحوا على بعض إنهم يستخبوا let's hide يلا نستخبى tonight الليلة دي and see who is helping us يعني يلا نستخبى الليلة دي ونشوف who is helping us مين اللي بيساعدنا وفعلا هيعملوا كده that night في الليلة دي اللي هم اتفقوا إنهم يستخبوا فيها that night the shoemaker cut out the leather and then head يعني إيه يعني قطع الجلد زي ما متعود يقطعوا وبعد كده استخبى هو وزوجته علشان يشوفوا مين اللي بيساعدهم في صناعة الأحزية يطرمين they were very surprised to see two little elves يعني هما كانوا مندهشين جدا لما شافوا هما مستخبين إنه feed two little elves يعني اتنين من الأقزام الصغيرين اللي بيساعدوهم في صناعة الأحزية the elves started to make the shoes والألفز دول اللي هما الأقزام بدأوا يعملوا الشوزات بدأوا يعملوا الأحزية soon they had made two more pairs of beautiful shoes وبعد كده عملوا إيه عملوا زوجين تاني من الأحزية الرائعين زي الليلة اللي فاتت طيب we must thank the elves said the shoemaker's wife يعني إحنا لازم نشكر مين لازم نشكر الأقزام اللي بيساعدونا من غير ما نعرف let's make them new clothes let's make them new clothes يعني يلا نعمل لهم هدوم جديدة يلا نعمل لهم new clothes the next night في صباح في الليلة اللي بعد كده next night the elves found their new clothes we الألفز في الليلة اللي بعدها لقوا إيه لقوا هدوم جديدة في انتظرهم طبعا مين اللي عملها the shoemaker and his wife they were so happy كانوا مبسوطين جدا that they danced around the workshop before sitting down to make more shoes طبعا لما لقوا الهدوم الجديدة لبسوها وكانوا مبسوطين with they danced يعني رأصوا around the workshop حوالين الورشة قبل ما يعودوا تاني sitting down يعودوا علشان يعملوا إيه علشان يعملوا more shoes أحزية أكثر لمين لل shoemaker and his wife soon people come from all over the land all over the land يعني من كل مكان to buy the shoemaker's shoes يعني الناس خلاص هرفت وسمعته بقت حلوة في المكان فكل الناس جت لمن جت لل shoemaker علشان تشتري منه الشوز he and his wife weren't ever poor خلاص ما بقوش فقرة تاني and they lived happily ever after وعاشوا بسعادة فيما بعد وده بسبب ايه وده بسبب مساعدة الالفز ليهم اللي هم طبعا شكروهم وكافؤوهم بالهدوم الجديدة وطبعا أكيد كافؤوهم بمكافأات تانية ولكل عاش سعيد ever after فيما بعد نروح للكلمات أول كلمة معانا هي كلمة honest 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 يعني أمين honest يعني أمين عطوف أو طيب kind kind يبقى honest أمين kind يعني عطوف أو طيب طيب شخص متعب هقول tired tired يعني متعب طب لو متعب جدا too tired too tired perfect يعني مثالي perfect يعني مثالي poor يعني فقير poor طيب سعيد أو مبسوط happy happy طيب جميل beautiful beautiful little يعني صغير little يعني صغير money نقود أو فلوس surprised يعني مندهش amazing يعني رائع يبقى surprised مندهش لو أنا مندهش أقول I am surprised أو I am surprised طب لو الشيء رائع أقول the shoes ما لها amazing the shoes the shoes is amazing okay quickly يعني بسرعة quickly يعني بسرعة نقولهم مرة تانية honest يعني أمين kind يعني طيب أو عطوف tired متعب perfect يعني مثالي happy سعيد we poor يعني فقير beautiful جميل little صغير money يعني مندهش يعني رائع وأخيرا quickly يعني سريع بعد كده نروح لتصرفات الأفعال المنتظمة وغير المنتظمة المنتظمة اللي بضف لها D أو E D أو I E D على حسب نهايتها أول فعل عندي believe believe يعني يصدق believe منتهية بإيه هضف لها دي هتبقى dance يعني يرقص برضو منتهية بإيه هضف لها D هتبقى dance وأخيرا describe وبرضو منتهية بالإيه فهضف لها يدي بس يبقى believe believed dance describe describe بعدين عندي يا حلوين الأفعال غير المنتظمة ودي اللي لازم نحفظها أول فعل معايا cut out cut out إيه اللي هعمله أنا هصرف cut مش هصرف preposition مش هصرف حرف الجر طب هصرفه زي التصريف التاني من cut هو cut برضو فcut down هتبقى cut down cut down يبقى cut out sorry cut out يقطع هتبقى cut out برضو pay يعني يدفع هتبقى paid pay paid leave هتبقى left leave هتبقى left hide هتبقى head يبقى نقولهم مرة تانية cut out cut out cut out pay paid leave left hide هتبقى بعد كده يا حلوين نروح لي الexpressions وأول تعبير معانا work hard work hard work hard يعني يعمل بجد pair of pair of pair of يعني زوج من pair of shoes زوج من الأحذية call to call to يعني ينادي على أقول إيه the shoemaker called to his wife الشوميكر نده على مين نده على his wife زوجته go to bed يعني يذهب للنوم for the night for the night يعني لمدة ليلة واحدة الليلة دي بس sit down يعني يجلس all over the land يعني من شتى بقاع الأرض أو من كل مكان find out يعني يكتشف once upon a time once upon a time قلنا زي ما بنقول إيه زات مرة أو كان يا مكان try on cloth يعني يجرب الملابس يعني يقيس الهدوم عليه ويشوفها جاية عليه ولا لا نقولهم مرة تانية work out work hard يعمل بجد pair of زوج من call to ينادي على go to bed يذهب للنوم for the night يعني لمدة ليلة واحدة sit down يعني يجلس all over the land من شتى بقاع الأرض find out يعني يكتشف once upon a time ذات مرة و try on يعني يجرب وتيجي بعدها cloth يعني يقيس الملابس أو يجرب الهدوم عليه بعد كده هنروح ل regular verbs أو الأفعال المنتظمة اللي هي إيه اللي هي الأفعال اللي بنضفلها D أو E D أو I E D اللي بنستخدمها في زمن الباست الماضي ولكن احنا دلوقتي مش بنتكلم عن الماضي بنتكلم عن نط ال E D إزاي بننطق ال E D أو ال I E D أو ال D لأن زي ما قلنا الفعل بنضفله A D أو E D أو I E D أول حاجة بننطقه زي تا لو الفعل انتهى بالأصوات دي هناخد الفعل لما بيكون منتهي بA انطقه زي التا تا لما بينتهي بأي أصوات من الأصوات دي ال E D بننطقه like تا تا كاي ما قلش باس د ما قلش باس د أوكاي طيب بعد كده لو الفعل منتهي بA هنطقه زي D like د د قال لي لو كان منتهي مثلا ب B G M V Z N R N D L ث كاي يعني صوت متحرك لما يكون منتهي برضو بصوت متحرك هعمل ايه هنطقه bravo هنطقه like د د د اوكاي طيب الحالة الأخيرة بنطقه add add لما يكون منتهي بايه بقى قال لي لما يكون منتهي بالT وD كاي لما يكون منتهي بالT وD طيب هناخد أمثلة على كل صوت يبقى الحالة الأولى هنطقه like هنطقه بعدين like د بعد كده like add add هايبين يا حلوين في النطب طيب adjectives الصفات قال لي اني الصفات بتصف الاسم وبتيجي قبل الاسم وبتيجي بعد verb to be زي ايه مثلا يعني هو طيب او هو عطوف وهنا عندي kind جت بعد مين جت بعد is اللي هي اصلا verb to be فاقول he is kind verb to be ده اللي بنصرفه او بنخلي شكله am is are فلو عندي am لو عندي is لو عندي are الادجكتف او الصفة هتيجي بعد الام والis والare زي هنا he is kind ما قلتش he kind is no he is kind طيب الصفة لما بتيجي بعد بعد الاسم اللي هو مين الصفة بتيجي قبل الاسم وبعد verb to be اقول ايه he is kind she is beautiful يعني هي جميلة يبقى beautiful جت بعد ايه جت بعد is طيب an old man an old man الاسم هنا عندي man يعني رجل انا عايزة اوصف الراجل ده اقول ان هو كبير في ستن فهجيب ايه هجيب old قبله يبقى an old man an old man بعد كده يا حلوين عندي he is a kind and honest showmaker انا هنا في الجملة دي جمعت ما بين الاتنين جمعت ما بين ايه جمعت ما بين الصفة اللي بتيجي بعد verb to be وجمعت ما بين الصفة اللي بتيجي قبل الاسم فهنا he is a kind he is a kind فكلمة kind جت بعد is طيب honest showmaker انا بوصف الشو ميكر بقول ان هو امين فكلمة honest امين جت قبل مين جت قبل الشو ميكر يبقى في الجملة دي بتاعت he is a kind and honest شو ميكر جمعت ما بين الصفة اللي بتيجي بعد verb to be فعلي يكون والصفة اللي بتيجي قبل الاسم كده نكون انتهينا من الجزئية البسيطة دي اللي قلنا هنقول فيها يعني ايه adjective ونرجع لما رجوعنا تاني بخصوص ال sounds الاصوات احنا قلنا بننطق sound da و ta و ad اول صوت صوت ta يبقى ال ed هنطقها like ta اقول هنا بعد ال b هضيف ed علشان احول الفعل chop لماضي chop اصلا chop منتهية ب فهقول chop chop work منتهية ب ك هقول word word walked asked اوكي يبقى هنا كل الافعال دي مالها هنطق ال ed فيها like ta طيب الفعل لو منتهي ب f اللي هي ايه اللي هو g يعني مش لازم تكون ال f نفسها لأ ممكن يكون الصوت اللي بيديني f اللي هو مين g لانه احيانا في اخر الكلام g بننطقها like f زي laugh laugh فهقول laughed laughed اوكي لو قلنا laughed هتبقى تقيلة تبقى تقيلة وهتاخد مني مجهودة علشان ننطقها كده فانا لازم انطق الكلمة ببساطة فال ed هنا بنطقها like laughed laughed بعد بعد كده عندي هي منتهية بx ولكن sound الأخير هو صوت ال s fix fix fixed fixed dressed promised promised اوكي طيب الأفعال المنتهية بs h اللي بتديني sh و l ch اللي بتديني sh برضو هنطقها liked washed 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 اوكي ال d مش ظهرة فيها خالص طيب يبقى كده pa pa k f t t t تمام الأفعال المنتهية b a بيخليني انطقها like d d يعني d بتبقى ظهرة فيها زي l cold cold climb climbed طب انا هنا عندي climb climb منتهية b انا قلت احنا هنشوف اخر صوت احنا سمعينه ايه اخر صوت سمعينه climb سمعيني الام ال b silent مش بننطقها فهنا هي مش صوت ظهر لي هي صوت silent عشان كده بقول climb climbed climb climbed clean cleaned clean cleaned طب لو فاول like long a play played enjoy enjoyed slow slowed r the lever deliver delivered carry carried lev 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 في الحالة دي صوت الدي واضح طب هيبقى اوضح اكتر وهنطقه add 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 لما يكون الفعل المنتهيب ايه لما يكون الفعل المنتهيب taste tasted add tasted wait waited paint painted counted count counted invite invited want wanted taste tasted اوكي يبقى هنا الت بعدها ed الed بنطقها like add add طب لما يكون منتهي d d need needed tied tied study studied اوكي يبقى كده حلوين الاختصار بتاع الpronunciation of d ed i ed اللي انا بنطقه t t لما يكون الفرب منتهي بsound صوت مش حرف صوت ب ك ف ت ش ت تمام طب انطقه d لما يكون منتهي بايه l m n فاول حرف متحرك او صوت متحرك like long a r th طيب انطقه add الed هنطقها زي add لما يكون الفرب منتهي بsound sound d كاي